مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة والطقس بشكل عام مستقر ومشمس أثناء النهار لكن الأجواء اللطيفة في الأغوار والعقبة ولكنها تعود وتنخفض يوم الخميس مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر بهواء ذات درجات حرارة أعلى ورطوبة أقل خلال يوم الأربعاء وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا إلى باردة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات الرطوبة النسبية مرتفعة قليلا حوالي 87% هناك احتمال ضعيف لتشكل الضباب في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الأربعاء أجواء ارتفاع على درجات الحرارة أجواء مشمسة مستقرة لطيفة ساعات الظهيرة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 17 درجة بينما الأجواء أثناء الليل باردة نسبيا إلى باردة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية يوم الخميس يوم الخميس إن شاء الله هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة يعني بتكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بتكون العظمى بحدود ما بين 13 إلى 15 وأيضا تظهر بعض السحب المنخفضة لكن الأجواء باردة نسبيا في الليل إلى باردة والصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية يوم الجمعة إن شاء الله ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة بتكون حوالي 15-16 وحول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة أو أعلى بحوالي درجة والأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا وأيضا بالليل بتكون باردة نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية أحب أشير هنا إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هي بحدود 15 درجة مئوية ومعدل درجة الحرارة الصغرى في مثل هذا الوقت من السنة هي 5 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فستكون بالشكل التالي في الأماكن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية اربد معظم الأجواء طبعا مشمسة بالنهار ومستقرة باردة نسبيا ليلا اربد 20 إلى 8 عجلوع العظمى 17 والصغرى 7 جرش العظمى 20 والصغرى 8 المفرق العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية أما المنطقة الوسطى أيضا أجواء مشمسة بالنهار باردة نسبيا إلى باردة ليلا البلقاء 17 إلى 6 مأدبة 17 إلى 6 عمان 17 إلى 6 البحر الميت أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر 25 13 والزرقاء 21 إلى 8 درجات مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أجواء مشمسة ومستقرة لطيفة بالنهار باردة نسبيا إلى باردة ليلا الكرك 18 7 الطفيلة 5 6 الشرى 14 4 ومعان 20 7 والعقبة معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة في العقبة 25 والصغرى المتوقعة في العقبة 14 درجة مئوية أما المناطق الشرقية من المملكة أجواء لطيفة في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا الأزرق 22 10 والصفاو 22 9 والرويش 22 8 درجات مئوية مشاهدين نشكر لكم متابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شكراً لكم شكراً لكم